طبعا بالنسبة للكنيسة الأولى ما كانش فيه أي مشكلة المسيح قال أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله وعلى فكرة الغرض اليوم من هذه الحلقة أناش بتكلم عن شو دور الكنيسة في السياسة في المجتمع وإذا الكنيسة تكون منفصلة عن الدين دين ودولة وكل هذه الموضوع موضوعي هو بسيط جدا اليوم إحنا عم نحصد نتائج في دول كثيرة بعدم الانصياع لأوامر الرب ولعدم اتباع كلام الله في حياتنا والخضوع لصوت الرب والطاعة الكاملة له مما يؤدي إلى نتائج نتائج الطاعة دايما فيها بركة ونتائج عدم الطاعة بتكون مشاكل كثيرة وبتكون فساد في المجتمع وبتكون مجتمع رديء كله سلبي مش إجابي مجتمع بحبش بلده مجتمع بحبش حكومه مع سامحوني كتير مرات منستخدم الكليشيات عن محبتنا ووطننا وكل هاي الأوطان لكن لما بتيجي بالواقع الحقيقي هل عم تزرع شجرة ولا بتزرع وردة ولا بتلم ورقة من الشارع بتحطها في سالة المهملات أو بترمز بالي من شباك السيارة إلى آخره هذا هو تعبير عن حب البلد اللي منشوفه في كتير من الدول الغربية اللي فعلا بحبوا بلدهم بيهتموا في بلدهم بحاولوا أن بلدهم تكون نظيفة والقوانين تكون كلها متساوية لكل المجتمع بغض النظر شو خلفيتك شو ديانتك شو يعني وضعيتك شو جنسك بحاولوا يعاملوا الجميع الجميع بالتساوي فالمسيح قال أعطوا ما لقيسر لقيسر وما لله لله ترجمة نانسي قنقر